أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز يحرقه العراق سنوياً ليحتل المرتبة الثانية في العالم في حرق الغاز في وقت تعيش البلاد أزمة مالية خانقة ومعضلة مزمنة في توفير الطاقة الكهربائية وتكفي كمية الغاز التي تحرق يومياً لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية بينما تستمر الحكومة في بغداد بالاعتماد على الغاز الإيراني عبر استيراد 5 ملايين متر مكعب يومياً ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن السبب المباشر لحرق العراق كميات كبيرة من الغاز دون جدوى يعود لسوء التخطيط طيلة السنوات الماضية فضلاً عن أن المشاريع الحالية لا تلبط موحات لا سيما وأن المحطات الغازية قد تم تخريبها ومصادرة أغلب معداتها ونقلها إلى إيران على يد الميليشيات التي تعمل أيضاً على تخريب المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة ويؤكد مراقبون أن العراق يمثل اليوم بوابة إيران للتخلص من العقوبات الأمريكية عبر مجالات شتى تبدأ من كونه السوق الأولى للبضائع الإيرانية وتمتد إلى منع أي شركات تستثمر في مجال الطاقة داخل العراق حيث سبق لطهران أن عرقلت اتفاقاً مع السعودية لاستيراد الغاز بأسعار تقل كثيراً عن السعر الإيراني وفقاً لتصريحات أدلى بها وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي ومع ذلك فإن طهران تمارس ابتزازاً لتحصيل بزيد من المكاسب لذا تعمد بين الفينة والأخرى على خفض تدفق الغاز لمحطات التوليد الكهرباء العراقية وهو ما يؤدي لتقليل ساعات تجهيز الكهرباء لا سيما في فصل الصيف بهدف الحصول على ديون تقول إنها متراكمة على الحكومة في بغداد ويؤكد نواب في لجنة الطاقة والنفط النيابية أن الحكومة تعجز حالياً عن سداد ديونها وإذا استمرت طهران في تقليل توريد الغاز فسيواجه العراق أزمة طاقة كبرى أزمة باتت معهودة في ظل نظام يخيم عليه الفساد وسوء الإدارة والارتهان إلى الخارج